هل الخلافات السياسية ما تزال قائمة بين أغلب القوى السياسية في العراق؟ أليست وجهات النظر متباينة ولا تلتقي إلا حين تلتقي المصالح؟ ألا يبين ذلك أن العملية السياسية في العراق لا تسير أو تتحرك باتجاه الحلول؟ بل هي تتراوح في مكانها؟ وأن تقدمت خطوة تتراجع خطوات وبالمصلحة النهائية؟ فأن الأوضاع تزداد سوءا وأبواب الحلول موصودة ولا سبيل لفتحها العراق بلد يعاني الكثير من المشكلات والأزمات والاختلافات التي جعلت الجمهور يدور في دائرة مغلقة بأحكام ولا يستطيع أحد النفاذ منها هل الانتخابات المبكرة قد تصتدم بمعوقات وتحديات خطيرة وتعجز عن الإتيان بجديد ليتم تدوير ذات الأحزاب والكيانات والقوائم الانتخابية التي أوصلت العراق إلى ما هو عليه اليوم؟ وعليه نتساءل متى تحسم أو تحسم القوى السياسية خلافاتها وتخرج من حدود الدائرة المغلقة التي تلف في محيطها منذ 17 عاماً حلقة هذه الليلة من حديث بغداد لماذا تدور العملية السياسية؟ في دائرة مغلقة